الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم معرفة هذا هو المقطع الثاني والأربعون بعد المئة الدرس الثاني والثلاثون في الاقتصاد الجزئي نظرية المنشأة الجزء الثالث تحت عنوان فرعي هو هيكل السوق listen number 32 in microeconomics to the firm part 3 under the subtitle mark structure أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء وطن العربي الكبير وعلى بركة الله نبدأ هيكل السوق market structure عرفنا في المقطع المئة والأربعون المنشأة وقلنا بأنها وحدة الانتاج الأساسية التي تحول مدخلات الانتاج إلى سلع مدخلات الانتاج طبعا مقصود فيها هنا خدمات العمل وخدمات رأس المال والمواد الخام وما شابه تقوم طبعا المنشأة ببيع هذه السلع التي تنتجها وتقوم ببيعها في السوق من أجل تحقيق الربح نقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى ما يسمى هيكل السوق market structure وهو من المبادئ المهمة تساعد في فهم سلوك المنشأة في السوق وكيف تتفاعل مع زبائنها في مجال سعر بيع السلعة والكمية المعروضة والمطلوبة منها أو في مجال سعر شراء السلعة والموضة بإنتاجه وكميته إذن هناك هيكلان رئيسيان هيكل بيع وهيكل شراء الذي إن شاء الله سأبينه بعد قليل هيكل السوق market structure هو مصطلح يستعمل في وصف مدى تنافسية المنشأة وقدرتها على التأثير في سعر السلعة التي تنتجها تبيعها أو تشتريها توظفها وتأثير المنشأة في تحديد الكمية المباعة أو المشترى هناك عدة أشكال لهيكل السوق ولابد من التمييز بين هيكل سوق البيع كما ذكرت سلو الماركت وهيكل سوق الشراء باير ماركت تقوم المنشأة في هيكل سوق البيع بإنتاج أي بيع السلعة مقابل سعر ما لكن أثرها في تحديد الكمية تفاوت من منشأة إلى أخرى أما في هيكل سوق الشراء فإن المنشأة تقوم بشراء السلعة أو المورد الإنتاجي كالعمالة أو أي مورد إنتاجي آخر مقابل سعر ما ويكون لها تأثير متفاوت على كمية السلعة أو المورد الإنتاجي الذي تشتريه أشكال هيكل السوق في البيع والشراء هذا الرسم التوضيحي يبين ما يسمى طيف التنافس في البيع البيع الشراء الشراء البيع البيع يعني طيف يعني من يكون ممكن أعطيه على خط الأعداد من الصفر إلى مئة بالمئة نبدأ الآن بهيكل البيع المنافس التام في هيكل السوق البيع طبعا أول واحد بخطر على بالنا هو المنافس التام perfect competition حيث عدد المنتجين كبير جدا وعدد المشترين كبير جدا وهناك شروط سنذكرها في مقاطع لاحقة إن شاء الله وبالتالي ليس هناك أثر من أي منتج أو أي مستهلك على تحديد سعر السلعة أو الكمية المتوافرة من هذا السوق الهيكل الثاني اللي هو المنافس الاحتكاري نتحدث عن هيكل بيع الآن هيكل بيع سأؤجل حديثي عن هيكل الشراء إلى مقطع قادم إن شاء الله فأعود إلى المنافس الاحتكاري monopolistic competition حيث عدد لا بأس به كبير نسبيا من البائعين والمشترين لكن استطاع كل منتج أو كل منشأة استطاعت أن تميز سلعتها من حيث اللون أو التغليف أو العرض أو النظافة على سبيل المثال وبالتالي استطعت أن تصنع لها زبائن بحيث تفرض عليهم السعر الأعلى مقابل السعر المخفض هنا والكمية التي تختار ننتقل إلى الهيكل الرابع احتكار القلة في البيع هنا يكون هنا في هذا الهيكل عدد قليل جدا من المنشآت التي تبيع سلع متشابهة ليست متجانسة مئة بالمئة هنا السلع متجانسة مئة بالمئة لكن هنا في هذا الهيكل بتكون السلع متشابهة إلى حد ما وتستطيع المنشآت أن تتواطئ مع بعضها بعضا حتى تحدد السعر والكمية لكن ما يميزها بأن المنشآت تتعامل بحذر مع بعضها خوفا من الغدر أو أنه أي واحد مثلا تخون تخون الاتفاق وأخيرا عفوا أخيرا الاحتكار هيك الاحتكار اللي هو منوبولي حيث يوجد فقط منتج واحد منتج واحد وبالتالي الآن درجة المنافسة في البيع هنا الأول والثاني والثالث والرابع في الأول المنافسة مطلقة لا نهائية ولو من ناحية نظرية هنا المنافسة عالية وقد تكون منخفضة هنا منخفضة لكن منخفضة للأعلى هنا الآن المنافسة منخفضة جدا لكنها ليست صفرا هنا المنافسة صفر ولو من ناحية نظرية في احتكار الشراء الآن هناك هيكلان احتكار الشراء الوحيد فقط المونوبسوني هو الذي يشتري السلع المواد الخام من منتجينها وبالتالي لأنه المشتر الوحيد قد يفرض عليهم السعر وبالتالي المنافسة بينه وبين مشترين آخرين صفر هنا احتكار القلة في الشراء أوليغوبسوني عدد قليل جدا من المنشآت التي تشتري المورد الانتاجي سواء طبعا هنا عمالة أو مواد خام هنا عمالة أو مواد خام وبالتالي بيكون المنافسة منخفضة إلى حد ما الآن سآتي على تفاصيل فقط الهياكل الأربعة في البيع المنافسة التامة المنافسة الاحتكارية احتكار القلة واحتكار الشراء وسأؤجل إلى مقطعا لاحق بإذن الله تعالى الحديث عن احتكار القلة في الشراء واحتكار الشراء المطبق يصنف هيكل السوق سوق البيع طبعا والبيع فقط كما ذكرت سابقا تحت أربعة أشكال تتبع لكل شكل منها منشآت متفاوتة من حيث تأثيرها على سعر البيع وكمية السلعة وهي كما يأتي أولا السوق التنافسي التامي الصافية بالأدبيات الغربية تسمى Perfectly competitive market أو pure competition توصف المنشأة التابعة لهذا الهيكل بأنها آخذة للسعر Price taker بمعنى آخر أن السعر في السوق يعني السعر السائل في السوق هو مفروض عليها نتيجة للتفاعلات الحرة بين قوة طلب والعرض قوة طلب بالحالة المستهلكين المشترين وقوة العرض هم المنتجون وبكون عددهم كبير جدا في الجهتين سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب أي أن أثر المنشأة طبعا في سعر البيع وكمية السعر المتوفرة قد يكون معدوما من ناحية النظرية على الأقل قد يكون معدوما ولو من ناحية النظرية وللمنشأة عدد كبير من المنافسين الذين ينتجون أن يبيعون السلعة المعنية وهي سلعة ذات مواصفات متجانسة homogenous كما قلت قبل قليل homogenous commodity مواصفات متجانسة تشبه بعضها بعضا بالمطلق ثانيا سوق المنافسة الاحتكارية monopolistic competition توصف المنشأة التابعة لهذا الهيكل بأن لها تأثير نسبي في سعر بيع السلعة وكمية المتوفرة هنا استطاعت المنشأة أن تميز سلعتها كما ذكرت قبل قليل تميزها من حيث اللون الشكل طريقة العرض نظافتها تغليفها على سبيل المثال بحيث استطاعت بحيث أنها استطاعت أن تصنع لها عدد من المشترين وتفرض عليهم سعر مميز عن غيرها من المنشأة ثالثا سوق احتكار القلة oligopoly توصف المنشأة التابعة لهذا الهيكل بأنها تستطيع التواطع مع غيرها من بقية المنشأات التي تشبهها في النشاط في تحديد سعر بيع السلعة وكميةها هنا لا أتحدث أنه في عندي تشابه بالمطلق بين السلعة لكن تشبه سيارات مثلا مرسيليس أو بي أم دابليو فورد أو كرايسلر فتكون شبيهة بعضها البعض إلى حد ما من حيث الحاجة لكن قد تتميز عن بعضها البعض وبالتالي هنا عدد المنشأة يكون قليلا وتتصرف المنشأة في هذا السوق على نحو الحذر معبين تتصرف منافسيها لأنها تعتبر بقية المنشأات المشابهة منافسي لها في تحديد السعر والكمية وأخيرا رابعا وأخيرا سوق الاحتكار مونوبولي توصف المنشأة التابعة لهذا الهيكل بأنها الوحيدة العاملة في السوق ولها تأثير كبير في تحديد سعر بيع السلعة والكمية المنتجة أي المباعة منها وعادة ما يطلق عليها صانع السعر برايس ميكر صانع السعر برايس ميكر مقارنة مع آخذ للسعر له برايس ميكر في حالة المنافسة التامة في هذا الآن هذه الشريحة قبل الأخيرة وضعنا هذا الرسم التوضيحي عن هيكل السوق في البيع طبعا هيكل السوق في البيع فعندي الآن نبدأ بعكس عقارب الساعة من المنافسة التامة منافسة احتكارية احتكار القلي أوليغوبولي والاحتكار المطلق أو احتكار فقط منشئة واحدة اللي هو مونوبولي ذكرنا أنه تأثير المنافسة التام معدوم ولو من ناحية نظرية على السعر والكمية هنا تأثير نسبي على السعر والكمية نسبي منخفض لكنه نحو الأعلى أو عاري نحو الانخفاض وهنا تأثير قوي على السعر والكمية في حالة احتكار القلة وأخيرا تأثير قوي جدا أو مطلق على السعر والكمية مطلق ولو من ناحية نظرية شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بحول الله تعالى سيخصص لنظرية المشاة الجزء الرابع بإذن الله لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر